بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وإن شاء الله حلقتنا النهاردة بتكون بتخاطب طلاب تخصص إنتاج الحاصلات البستانية ومادتنا إن شاء الله هتبقى عن مادة الزراعة المحمية مع حضراتكم محمد متولي معلم خبير بوزارة التربية والتعليم إن شاء الله نهاردة هنكمل كلامنا على أهم نباتات التي تنتج داخل البيوت المحمية بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على نباتين من نباتات الخضر التي تزرع داخل الصوب المحمية نبات من نباتات الخضر وهو نبات الفراولة وأحد نباتات حاصلات الفكهة وهو نبات العنب يبقى ان شاء الله النهاردة هنتكلم على نباتين من النباتات اللي بتم ازرعتهم في الظروف المحمية هو نبات الفراولة ونبات العنب هنتناول في دراستنا ان شاء الله في الحلقة دي ايه هي الظروف البيئية الملأمة لنمو كل نبات من الاثنين وما هي اهم المعاملات التي تجرى على هذا النبات للحصول على اعلى انتاجية بما يحقق ربحية للمنتج والمزارع لان النباتين دول يعتبروا من ضمن اهم نباتات التصدير للخارج وهما بذلك مصدر من مصادر الدخل القومي وحنبدأ نتعرف على اول نبات معانا وهو نبات الفراولة نبات الفراولة يعتبر من نباتات الخضر الهمة وبيدخل فيه العديد من الصناعات ولو اهمية كبيرة جدا من الناحة الاقتصادية نظرا لحتواء ثمار الفراولة على كمية من العناصر الغذائية والمعدنية ويبتسهم بجزء كبير في تحسين صحة الانسان يبقى احنا نشوف مع بعض ان شاء الله اول نبات من النباتات اللي هنتكلم عليها هو نبات الفراولة واول حاجة هنا عايزين نبص على ما هي الاهمية الاقتصادية للنبات ايه الحاجات اللي انا بقى يفيدني فيها النبات دوت او ايه هو القيمة الغذائية اللي بتقود علي بلا ان الجزء الاقتصادي في النبات هو عبارة عن الصمار والصمار بتفيد فيه مجموعة من الوظائف بتحسن وظائف الدماغ وتحمي من امراض القلب وبتخفض من ضغط الدم للناس اللي عندها مشاكل في ضغط الدم وتخفض ايضا نسبة الكوليسترول وبصفة عامة فهي مقوية لمنعة الجسم وتعزز صحة العيون وتقاوم امراض الشيخوخة وتحمي من امراض السرطان نبدأ مع بعض ونشوف ما هي اهم الاحتاجات البيئية المناسبة لنبات الفراولة عشان اعرف النبات بتاعي احصل فيه على انتاجية عالية تحت ظروف المحمية فانا هنا بشوف درجة الحرارة وبشوف نسبة الاضاء انا عايز اوصل بالنبات الاعلى انتاجية فانا لازم اوصل النبات ده لاعلى او اقصى نموه خضري عشان اوفر من النموه الخضري ده نموه زهري وبالتالي نموه سمك فبلاقي ان النبات الفراولة بتاعنا النموه الخضري الجايد بتاعي بيتراوح او درجة الحرارة المناسبة له من 20 الى 30 درجة مقوية والنبات عشان يوصل لمرحلة الاضهار بيتطلب 15 درجة مقوية يعني ان البراعم عندي هنا للزهرية لكي تنشط عايز عندي درجة حرارة 15 درجة مقوية ونهار قصير يبقى النبات اللي عندي لكي ينصل في مرحلة النموه الخضري محتاج لدرجة من 20 الى 30 درجة مقوية ويتنخفض درجة الحرارة تدريجيا حتى نصل لمرحلة الاضهار فدرجة الحرارة عندي في مرحلة الاضهار او درجة الحرارة المناسبة للاضهار بتبقى 15 درجة مقوية وبالتبعية بالنبات بتاعي بيعتبر من نباتات النهار القصير فيه معاملة مهمة جدا انا يهمني انا عند الجزء الاقتصادي في النبات هو عبارة عن السمار طيب انا يهمني في السمر دي ايه يهمني حجمها ويهمني محتوها من العناصر الغذائية ومن المواد السكرية اللي بتميز طعم الفراولة المناسب فعنا عشان يتحقق الى الكلام ده بعمل ايه يجب ان انا وفر للنبات جوه ساطع ودرجة الحرارة في الليل والليل بتاعي يكون بارد ده حيساعد على ان السمار الفراولة بتاعتي يكون حجمها كبير ومحتواها من السكريات يكون محتواها عالي وبالنسبة لنبات الفراولة لكي يصل الى مرحلة النضج في خلال شهر من الزراعة سمرة الفراولة بتندج خلال شهر اذا تعرضت لدرجات حرارة من 21 الى 27 درجة في النهار ودرجة الحرارة اثناء الليل 16 الى 18 درجة مقوية يبقى هنا عندي الزهرة بتاعتي بمجرد ما تخرج على النبات في خلال شهر بتصل الزهرة دية الى ثمرة تامة النضج خلال شهر اذا قدرت ان انا وفر لها العوامل البيئة اللي احنا اتكلمنا عليها ان درجة الحرارة في النهار من 21 الى 27 درجة ودرجة الحرارة في الليل من 16 الى 18 درجة مقوية طيب ايه هي التربة المناسبة لزراعة نبات الفراولة عندنا نبات الفراولة من النباتات التي تزرع في مختلف الاراضي بس عندي هنا ملحوظتين الملحوظة الاولى اننا لا يفضل زراعة نبات الفراولة في الاراضي الجرية لما تسببهم مشاكل في نمو النبات والحاجة التانية افضل انواع الاراضي المناسبة لزراعة الفراولة هي الاراضي الرملية والاراضي الصفراء الخفيفة يعني عند النبات بتاعي ممكن ان انا ازرعه في مدى واسع من الاراضي يعني ممكن ازرع النبات في مختلف انواع الاراضي ولكن نبات الفراولة بيديني انتاجية عالية وبيلقموا الزراعة في الاراضي الرملية والاراضي الخفيفة او بنسميها احنا اراضي الاستصلاح لان الاراضيات بتمكنني من عندي نظام من الزراعة زي ما حنشوف بعد كده نظام اسمه نظام الملش ان انا بأزرع الفراولة بعد تغطية سطح التربة بالبلاستيك ده بيديني حاجتين اول حاجة عندي بيحسن نوعية الثمار بتاعتي ان الثمار بتاعتي بتبقى جيدة خالية من الرمال طبعا نزرع في ارض رملية ونبات عشبي وصير فالثمرة ممكن تكون ملاصقة لسطح التربة فيلتصق عليها جزء من الرمال فيفضل انتاج الفراولة بنظام الزراع بيسمونه نظام الزراع الملش ان انا بغطي سطح الارض بالبلاستيك ما بيسبش اللي عند الجورة بتاعت النبات هي اللي طلعة وبالتالي بحافظ على جودة السمر بتاعتي وعدم تلوثها بالرمال بما يؤدي الى تحسين الصفات التسويقية وبالتالي زيادة الاسعار يبقى هنا عندي الارض المناسبة لزراعة نبات الفراولة تزرع في مختلف الاراضي ولكن بتديني انتاجية عالية في نوعين اتنين الاراضي الرملية والاراضي الصفراء الخفيفة اراعي ان انا عندي الفراولة اللي تزرع في الاراضي القلوية وان درجة البي اتش المناسبة درجة حمود التربة عندي لا تزيد عن سبعة ونص بي اتش يبقى درجة حمود التربة بالنسبة لمحصول الفراولة يفضل الا تزيد عن سبعة ونص بي اتش والبي اتش المناسب بتاعها من خمسة ونص الى ستة ونص درجة يبقى احنا هنا اتعرفنا على العوامل البيئية من ضوء ودرجة حرارة وتعرفنا على التربة المناسبة لزراعة نبات الفراولة طيب ازرع الفراولة امتى انا عندي في زراعة الفراولة بيتم زراعة الفراولة عن طريق الشتلات يعني انا هنا مبازرعش الفراولة باستخدام البذور الا في حالات محطات الابحاث اللي انا بيتم فيها اكسر الاصناف الجديد يبقى انا هنا حزرع الفراولة عن طريق الشتلات والشتلات بتاعت الفراولة عندي فيه نوعين في عندي شتلات طازة يعني انا باخد الشتلات من المشتل مباشر ويتم زرعتها في الارض مباشرة او يتم تخزين الفراولة او شتلات الفراولة لمدة اسبوعين على درجة زائد اتنين درجة مئوي فانا بسم الشتلات في الحالة دي اسمها شتلات مبردة يبقى بيتم اكسار الفراولة باستخدام الشتلات وانا قلت الشتلات دي لو انا اخدتها من المشتل و وضعتها في الارض بصورة مباشرة فانا بسميها شتلات طازجة لو انا اخدت الشتلة من المشتل وتم تخزينها في تلاجات على درجة زائد اتنين درجة ما اوي لمدة اسبوعين فانا بسمي الشتلات دي شتلات مبردة سواء كانت شتلات طازجة او شتلات مبردة انا زراعها في الارض المستديمة امتى بيتم زراعة شتلات الفراولة ابتداء من منتصف شهر سبتمبر وخلال شهر اكتوبر يبقى بيتم عندي زراعة شتلات الفراولة خلال منتصف شهر سبتمبر وخلال شهر اكتوبر يعني بنقول في النص التاني من شهر سبتمبر وخلال شهر اكتوبر بصفة عامة ووضحت تاني ان الشتلات سواء كانت طازجة او مبردة دا ما بيعملش عندي اختلاف في معاد الزراع طيب ما هي اهم الاصناف ايه هي اهم الاصناف التي تزرع او ينتشر زراعتها في انتاج محصول الفراولة عندي في مجموعة من الاصناف منتشرة ودي مصناف بتديني انتاجية عالية وصفاتها التسويقية عالية زي صنف اسمه وصنف اسمه تشاندلر وصنف اوصر جراي في عندي مجموعة تانية من الاصناف بيتوصب زراعتها ولكن صفاتها التسويقية اقل من الاصناف السابقة اللي هي صنف كاماروزا وروزا ليندا وسويت شارلي ودوريت يبقى هنا دي اهم الاصناف التي تزرع واصناف التي يوصى بزراعتها من محصول الفراولة وزي ما وضحنا اكتر من مرة ان الاصناف دايما بتبقى متجددة باستمرار يعني في انتاجية في محطات ابحاث بتنشط لانتاج اصناف جديدة سواء كانت اصناف بتكون عالية في الانتاجية او اصناف بتكون مقاومة لبعض المشاكل او بتغلب من خلالها على بعض المشاكل التي تؤثر على نمو النبات بعد كده عايز اعرف الارض بتاعتي اللي انا هزرع فيها نبات الفراولة الخطوات اللي انا اعملها عشان اجهز الارض دي ايه اول حاجة ان انا باجي على الارض بتاعتي وبعمل لها عملية حرث جيد وبعمل لها تسوية وازالة الحشائش وبعد كده بضيف لها السماد البلدي وبعد كده بعمل لها عملية تسمى عملية التعقيم الشمسي للقضاء على الميكروبات يبقى اول حاجة انا بعمل حرث وبضيف السماد البلدي وبعد كده بعمل عملية تسمى عملية التعقيم الشمسي بعد كده هعمل ايه بعد كده بابدأ اضيف على التربة بتاعتي مجموعة العناصر اللي باستخدمها فيه اثناء تجهيز الارض بضيف ليه الفدان عندي 20 متر مكعب سماد بلدي وبضيف معاه عشرة متر مكعب سماد كتكوت لكل تلاتة متر او لتلاتة متر سماد بلدي بحط عليهم سماد الكتكوت بعد كده بضيف معانا خمسة كيلو جرام سلفات نشادر وخمسة كيلو جرام سوبر فسفات وخمسة كيلو جرام سلفات بوتاسيوم وعشرة كيلو جرام كبريت زراعي وخمسة كيلو جرام سلفات ماغنيسيا الكميات اللي انا دي اللي انا بضيفها بتضاف بنسبة الى نسبة السماد البلدي المستخدم بعد كده الارض بتاعت بيتم تقسمها الى مصاطب زي ما احنا شايفين كل مصطبة بيكون عرضها 120 سنتي وارتفاع المصطبة 50 سنتي والمسافة بين المصطبة والتانية 50 سنتي يبقى هنا انا بعد ما اضفت السماد البلدي واضفت مخلوط الاسمدة اللي بيستخدم اثناء تجهيز الارض للزراعة بيتم تقسيم الارض عندي الى مصاطب كل مصطبة بيكون العرض بتاعها 120 سنتي وبيكون المصطبة دي مرتفع عن قاعها 50 سنتي وبسيب مسافة 50 سنتي بين المصطبة والتانية ودي بتسمح عندي بحاجتين بتسمح عندي بمرور العمال اثناء عمليات الخدمة المختلفة التي تجرى على محصول الفراولة من تعديل المادة دات واثناء عمليات الجمع واثناء ازالة الاوراق التلفق وفحص السمار اثناء عملية الزراعة ونشوف الكلام ده بشيء من التفصيل عندي هنا بلاقي عندي هنا قدل خطوط بتاعتي او المصاطب عرضها 120 سنتي والمسافة بين ارتفاع المصطبة 50 سنتي والمسافة بين المصطبة والاخرى بتبقى 50 سنتي طب ايه اللي بيتم بعد كده اللي بيتم بعد كده ان انا بجيب الشتلات اللي عندي وبعمل لها عملية تعقيم قبل الزراعة طيب عشان اعقم الشتلة يتم تعقيمها ازاي بجيب الشتلات اللي عندي وبتم نقعها في محلول التوبسين واحد من عشرة في المية ومحلول الريزوليكس خمستاشر من مية في المية لمدة عشرين دقيقة بعد كده بيتم زراعة الشتلات على مسافة 25 سنتي بين الشتلة والتانية وعلى مسافة 30 سنتي بين خطوط الري يبقى هنا ان عندي كل مصطبة بيبقى عليها كام خط او كام صف من نباتات الفراولة احنا وضحنا ان عندي المصطبة بتاعتي بيبقى عرضها 120 سنتي وانا هنا بيكون على كل مصطبة اتنين خرطوم ري وبيتم زراعة شتلات الفراولة في صفوف على جانبي خط الري يعني عندي خط الري اللي ناحية اليمين وخط الناير اللي ناحية الشمال انا بيتم الزراعة على مسافة 30 سنتي من هنا و30 سنتي من هنا يبقى انا بسيب 30 سنتي جهة خط الري ناحية اليمين و30 سنتي جهة خط الري ناحية الشمال يبقى دي 60 والناحية التانية يبقى عندي كده كل خط من خطوط او كل مصطبة من المصاطب بيكون عندي فيها اربع صفوف من النباتات بيكون المسافة بين كل شتلة والتانية مسافة 25 سنتي طيب هان المسافة دي بتفضل كده طول فترة الانتاج لا بلاقي عندي النباتة الفراولة بيتميز بخروج حاجة بتسمى المادة ده انا باجي اسنها بمصر تنمو لو لقيت عندي مادات شكل كويس ومكانه كويس ببدأ اعمله جورة في الارض وادخل جزء بتاعي او ما بيتم حفر جزء في التربة وبيتم تسبيت هزا المادات في التربة بيكون امتداد للجورة الاصلية بعد كده ايه اللي بتم بعد كده في بعض الاحيان في عندي جور بتغيب من الزراعة او شتلات بيحصل فيه مشكلة وما بينجحش زراعتها فانا بعمل لها عملية تسمى عملية الترقية طيب امتى اعمل عملية الترقية دي يفضل ان تجرى عملية ترقية لنباتات الفراولة بعد اسبوعين من الزراعة ويكون بشتلات من نفس الصنف اللي انا زرعه ولا يجب تأخير عملية الزراعة حتى لا يختلف او يتأخر النبات في النمو بتاعه عشان يبقى النباتات بتاعتي كلها تعتبر نموها واحد وفي مراحل عمرية واحدة عشان يسهل علي اجراء عمليات الخدمة بعد كده يبقى عملية الترقية بتتم بشتلات من نفس النوع انا بكون محتفظ بيها في جزء من الحقل بتاعي لعادة زراعة الجور الغيبة مرة تانية وبيتم اجراء عملية الترقيع بعد اسبوعين من الزراعة العملية التانية ودي من ضمن اهم العمليات المهمة جدا وهي عملية الري نبات الفراولة من ضمن النباتات الغضة السمر بتاعتي غضة نبات نبات عشبي نبات زي ما احنا وضحنا بيتم زراعته في الاراضي الرملية والاراضي الصفراء الخفيفة وهنا بيجب علي الالتزام بعملية الري وعدم تغريئ النبات او تعطيشه من الوصول الى اعلى انتجية يبقى هنا عملية الري من ضمن اهم العمليات التي تجرى على النبات بيتم توفير الري زي ما احنا وضحنا ان نبات الفراولة نبات من النباتات الحساسة نبات عشبي السمر بتاعتي غضة الجزور بتاعتي للنبات جزور سطحية يعني معنى كده ان لو انا رويت الارض على فترات متبعدة انا زالها في ارض رملية او اراضي خفيفة فلو انا بعدت فترات الري مستوى الماء الارضي بينزل فهنا الجزور بتاعتي طالما ان هي جزور سطحية اذا ان لا تتحمل العطش يبقى نبات الفراولة من ضمن النباتات التي لا تتحمل العطش الحاجة التانية ان نسبة الماء اللي انا هستخدمها في عملية الري يجب ان لا تزيد نسبة الاملاح اللي عندي عن ستمائة جزء في المليون طيب اروي ازاي والحاجات المهمة جدا في عملية الري اللي نشوفها ما بعد قلنا نبات الفراولة من ضمن النباتات الحساسة لعملية الري الحاجة التانية ان الماء اللي هتستخدم في عملية الري لا يزيد نسبة الملوحة فيها عن ستمائة جزء في المليون ويفضل في بداية حياة النبات يفضل تركيب شبكة ري بالرش لان زي ما احنا وضعنا النبات بتاعي نبات الجزور بتاعته سطحية فبيحتاج الى فترات من الري متقربة بقى استعيد عنها برش النباتات او تركيب شبكة لري بالرش بتروى النباتات عند انخفاض الرطوبة في مجال الجزور بنسبة زي ما احنا شايفين من خمسين الى ستين في المية من الساعة الحقلية يبقى عند انخفاض نسبة الرطوبة في مجال الجزور من خمسين الى ستين في المية من الساعة الحقلية بيتم ري نباتات الفراولة المعاملة التانية وده معاملة في غاية الاهمية معاملة التسميل نحصود الفراولة نبات عشبي صغير بيحتاج الى كمية كبيرة جدا من العناصر الجزائية خلال فترة النمو وانا هنا في عندي مجموعة من الملاحظات انا براعيها في تسميد نبات الفراولة كل عنصر سمادي انا بضيفه للنبات بديني ميزة فيه يعني كل عنصر سمادي بيؤثر على نمو النبات في اتجاه معين اول عنصر من ضمن العناصر اللي باهتم بالتسميد بيها هو عنصر النيتروجين او عنصر الازوت عنصر النيتروجين او عنصر الازوت من ضمن العناصر التي تؤثر تأثير كبير على النمو الخضري يعني كلما يكون عندي محتوى التربة من الأزود تعالي بيديني فرصة أن النبات بتاعي يكون نمو الخضر جيد طيب النمو الخضر الجيد ده هينعكس عليه كلما النمو الخضر يكون للنبات جيد هيديني نمو الثمر جيد لأن الثمرة بتاخد الغذاء بتاعها من النبات اللي هي تنمو عليه العنصر الثاني اللي أنا بهتم فيه بالتسميد أو العنصر الغذاء التاني اللي بيأثر على نمو النبات هو عنصر الكالسي ايه الفائدة اللي بتعود علي من عنصر الكاليسيوم او الاهتمام بالتسميت بعنصر الكاليسيوم مع محصول الفراولة انا عندي صمرة الفراولة من ضمن السمار الغدى صمرة طرية انا اهم اني بقدر المستطاع ان انا اوصل بالصمرة دي اللي جزء من الصلابة لكي تتحمل عملية التداول والتسويق لانتقالها من الارض او من المكان اللي انا بانتجا فيه حتى تصل الى المستهلك في الصورة النهائية او في الاسواع اللي بيتم استلاكها فيه فعنصر الكاليسيوم من ضمن العناصر التي تؤثر على صلابة الثمار يبقى هنا باهتم بالنيتروجين لانه بزود لي النمو الخضري وباهتم بعنصر الكاليسيوم لانه بزود صلابة الثمار العنصر التاني عنصر البوتاسيوم بيؤثر على جودة الثمار لانه بيساعد على تخزين المواد السكرية داخل الثمار نشوف الحاجات دي مع بعض كده يبقى عنصر الازوت يفيد النمو الخضري عنصر الكاليسيوم بيفيد فيه تحسن صفات صلابة الثمار عنصر البوتاسم يؤدي لتحسين جودة السمار وقلنا الكلام ده لأنه بيزود نسبة تخزين المواد السكرية داخل السمار بعد كده بيراع عندي أيضا في تسميد الفراولة أن أنا برشها بمخلوط من العناصر الصغرى كل أسبوعين ابتداء من الأسبوع التالي يعني بعد زراعة الشتلات بثلاث أسابيع كل أسبوعين بيعمل رشة من مخلوط من العناصر الصغرى وكمان أنا بضيف مخلوط من الأسمدة السيلة في مياه الري طيب بتم عملية التسميد دي ازاي؟ أول حاجة عندي بقسم النبات عندي فيه نموه إلى ثلاث مراحل مرحلة النمو الخضري ومرحلة الإزهار ومرحلة الإثمار كل مرحلة فيهم لها احتياجات معينة أول حاجة مرحلة النمو الخضري في نبات الفراولة ببدأ أضيف عندي مع كل ريا لكل واحد متر مكعب من مياه الري 500 سنتيمتر مكعب سماد مركب 10-2-6 ومجموعة ملا العناصر الصغرى 10-2-6 اللي هي النسبة بين النيتروجين والفسفور والبوتاسي طيب المرحلة التانية مرحلة الإزهار اللي هي المرحلة للنبات بيبدأ عندي يكون فيها الأزهار بيبدأ عندي هنا أن أنا أضيف لكل متر مكعب من مياه الري نص لتر 500 سنتيمتر مكعب سماد مركب بس النسبة اختلفت عندي هنا السماد كان في مرحلة النمو الخضر 10-2-6 السماد هنا في مرحلة الإزهار بيبقى 10-4-8 حاليا نسبة النيتروجين هي ولكن أنا زودت شوية في نسبة البوتاسيوم وزودت شوية في نسبة الفسفور أما في مرحلة الإصمار بلاقي عندي هنا أنا هنا وصلت للمرحلة اللي أنا هميني فيها أزود نسبة الفسفور عشان يحسن أو نسبة البوتاسيوم عشان يحسن جودة الإصمار اللي عندي فرفعتها فبقت 8-2-10 ومخلوط العناصر الصغرى مستمر معايا برضو يبقى كل متر مكعب من مياه الري بيتم إضافة 500 سنتيمتر من مخلوط الأسمدة المركبة ونشوف مع بعض الجدول اللي بيتم فيه عملية التسميد وده بيوضح لي المعادلات السمادية مع بعض ونبص عليها كده ايه اللي بيتم فيها هنا بلاقي عندي المعادلة السمادية اللي موجودة الأولانية كانت 10-2-6 المرحلة التانية اللي هي مرحلة النمو الزاهري 10-4-8 المرحلة اللي بعد كده مرحلة الثامري 8-2-10 التركيب بتاعي هنا بيكون عند كمية المياه بياخد ومعاها كمية كربونات البوتاسيوم معاها كمية حمض النيتريك ومعاها كمية نطرات النشادر ومعاها كمية حمض الفوسفريك والحجم الكل للمراكب يكون مية سنتيمتر مكعب طيب أنا هنا بجيب خمسين سنتيمتر من المية بيتم إضافة لها كربونات البوتاسيوم بالحجم اللي موجود حسب النسبة السمادية بتاعتي أو حسب المعادلة اللي عندي وبضيف حمض النيتريك بالنسبة اللي موجودة وبضيف نطرات النشادر وبضيف حمض الفوسفريك عشان أوصل في النهاية لتكوين مخلوط بنسبة قد إيه بنسبة مية ده بيستخدمه في مراحل النمو المختلف في عندي برضو مجموعة من المعادلات السمادية الأخرى التي تستخدم في تسميد محصول الفراولة في عندي معادلة ممكن أستخدمها من بداية الشتل حتى مرحلة الإظهار ودي بتبقى 2-1-2 النسبة بتبقى 2-1-2 مرحلة الإظهار حتى العقد بتبقى 2-1-3 من مرحلة العقد حتى مرحلة النطج من 2-1-3 من النطج حتى نهاية الجمع بيحتاج من 2 أو بيستخدم المعادلة السمادية 2-1-4 وبيتم التسميد بالمعدلات السابقة 5 مرات كل أسبوع يبقى المعدلات دي كلها أنا بستخدمها 5 مرات أسبوعية في عندي مجموعة تانية من المعادلات وزي ما احنا وضحنا كل برنامج تسميدي بيختلف حسب الرغبة فيه أو حسب الحاجة إليه أو حسب توفر العناصر الغذائية اللي موجودة عندي بس عندي هنا في بعض في عندي حتة مهمة جداً أن في بعض المعادلات السمادية بتستخدم مرة في الأسبوع في الفترة من الشتل حتى نسبة العقد بضيف 3 كيلو جرام نطرات كاليسيوم وفي الفترة في خلال فترة العقد حتى النطج بيضاف 4 كيلو جرام نطرات كاليسيوم والفترة من النطج حتى نهاية الجمع بيضاف 6 كيلو جرام نطرات كاليسيوم وزي ما أنا وضحت أنه بيتم إضافة هذه النسبة أو هذه الكمية مرة واحدة في الأسبوع كما يضاف 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم في الفترة الأولى مرة واحدة بنزيدها إلى 3 كيلو جرام بعد كده بحط 100 كيلو جرام حديد مخلابي و50 كيلو جرام زنك مخلابي و50 كيلو جرام من جنيز مخلابي للفدان كل أسبوع بلاحظ هنا أن أنا أضافت برضو في نهاية فترة النبات زودت نسبة الكاليسيوم عشان تحسن عندي جودة الثمار يبقى هنا المعادلات الثمارية عرفت أن أنا لازم أهتم بالتسميد بعنصر النيتروجين عشان بيزود النمو الخضري بيهتم بعنصر الكاليسيوم عشان بيزود صلابة الثمار وبهتم بعنصر البوتاسيوم وعنصر الفصفور عشان بيزود تحسين صفات الثمار عشان بيزود عندي نسبة تخزين عنصر أو المواد السكرية بما يؤدي زيادة جودة الثمار الحاجة التانية المهمة جدا فيه محصول الفراولة اللي عندي إزالة الأوراق الأديمة نبات الفراولة نبات عشبي وبينو على سطح التربة على مسافة قريبة جدا من الأرض فالأوراق بتاعتي الأديمة الورقة اللما عمرها بيقدم شوية بيحصل عندي فيها مشكلة الورقة ديات لو أنا سبتها لو أنا سبت الورقة عندي بتعمل عندي مشكلة أن بتكون مصدر للإصابة بالأمراض فيجب أن أنا أزيل كل الأوراق الأديمة والأوراق اللي يحاسن فيها مشكلة بيتم إزالتها من الأرض مباشرة فبعمل عملية تسمى عملية إزالة الأوراق القديمة بشيلها عشان ما تبقاش عندي مصدر لضرر النبات وتؤدي إلى ضعف الانتاجية بعد كده يبقى الورقة عندي لو لقيت أوراق تلفة أو أوراق قديمة على النبات بيتم إزالتها باستمرار لتحسين صفات النبات بما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الثمار وزيادة المخصول طيب نبات الفراولة اللي عندي أنا يهمني أن النبات اللي عندي طالما أنه هو نبات زهري بيحصل للظهرة عملية تلقيح وإخصاء أنا عايز أزود نسبة العقد داخل مشاتل أو داخل حقول إنتاج الفراولة أعمل إيه عشان أزود نسبة العقد نسبة العقد معناها أنه نتحول الظهرة بدل ما هي ظهرة تبقى عندي صمرة طيب بيتمي الكلام دا إزاي أول حاجة بأن أنا أوفر خلايا نحل في حقول إنتاج الفراول بزود وجود خلايا نحل حشرة نحل العسل من ضمن الحشرات المنقحة ونبات الفراولة من ضمن النباتات خلطية التلقيح وجود الحشرة نحل العسل بتساعد في زيادة نسبة العقد الحاجة الثانية ممكن أضيف لها بعض منظمات النمو زي اندول بيوتيريك أسد ونفسالين أستيك أسد يبقى أنا هنا ممكن لتحسين العقد عندي حالتين يعني أنا أعمل صورة طبيعية لتحسين العقد وهي وجود خلايا نحل داخل الأرض عندي أو أن أنا رشها ببعض منظمات النمو زي اندول بيوتيريك أسد ونفسالين أستيك أسد يبقى هنا عشان أحصن أو أزود نسبة العقد عندي يأما أوجد خلايا نحل في الحقل بتاعي أو أن أنا أضيف بعض منظمات النمو طيب بيتم بالنسبة لنبات الفراولة نباتات الفراولة من ضمن النباتات زي ما احنا وضحنا أن الثمرة اللي عندي بتبقى ثمرة حساسة بيتم جمعها في مرحلة نضج مناسبة بمعنى إيه؟ لو أنا حقل الإنتاج في مسافة بعيدة ما بين حقل الإنتاج وما بين مكان التسويق فبيتم جمع ثمار الفراولة في بداية مرحلة النضج يعني بمجرد ما الثمرة تصل لمرحلة النضج وليس تمام التلوين يعني بجمع الثمرة لما تصل لمرحلة نموها يعني كده وصلت لآخر مرحلة النمو وبعد كده عملية التلوين ممكن تتم في مكانتين عملية الجمع دي بيتم ازاي؟ بيتم جمعها في سلال العامل بينزل معها سلال بينزل زي ما احنا وضحنا أنا عند المصطبة بتاعتي في مسافة خمسين سنطي بينزل يجمع من الخط للنحية دي ويجمع من الخط للنحية دي من خلال الخطين بياخد الثمرة الكاملة السليمة الخالية من الإصابة بالأمراض اللي ما فيهاش أي مشاكل بتم اقتطاف الثمرة بجزء من العنق يعني ثمرة الفراولة بيتم اقتطافها بجزء من العنق بتاعها وبعد كده بيحطها في سلال خاصة اسمها سلال الجمع بعد كده بيتنتقل لمرحلة تانية تسمى عملية الفارز والتدريج بيتم فيها فارز السمار كل الأحجام أولا في عملية الفارز بستبعد السمار الغير سليمة وبعد كده بأدرج السمار بتاعتي كل السمار السليمة وجيدة واللي حجمها واحد في مكان واحد وبعد كده بيتم تعبئتها للتسويق في عبوات خاصة ممكن تستخدم تعبئ في عبوات من البلاستيك أو عبوات من الفوم وبيتم وضعها في كاراتين بيتم بعدها عملية التسويق ومعنا صورة بتبين بعض المراحل نمو الفراولة زي ما احنا شايفين هنا أنا عندي في مرحلتين دي سمرة تامة النمو وتامة التلوين سمرة التانية دي تامة النطج أو في مرحلة ما قبل النطج وبعد كده تكمل بعدين هنا برضو واضحة جدا هنا دي سمار في الجزء ده سمار دي سمار تامة التلوين وتامة النطج دي ممكن تستخدم على مسافات قريبة السمار اللي عندي في الجزء اليمين دوت سمار تامة النطج وليس تامة التلوين بيتم تعبئتها دي في حالة الرغبة في انتقالها لمسافة أبعد أو اللي تاخد فترة طويلة بانتقالها من مكان الانتاج إلى مكان الاستهلاك فبيتم انتاج أو في مرحلة قبل تمام التلوين بعد ما بجمعها في العبوات البلاستيك دي بيتم وضع عبوات البلاستيك في عبوات من الكارتون كل كارتونة بتحتوى على 6 أطباق من الفراولة الملاحظة اللي عندي بيتم جمع نبات الفراولة في الصباح الباكر حتى لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة طب هنا هل يمكن تخزين الفراولة؟ آه قال لي ممكن تخزين الفراولة لمدة من 5 إلى 7 أيام على درجة صفر درجة مئوية ورطوبة نسبية كان من 90 إلى 95 والفترة دي التي هي ممكن استخدمها في نقل الفراولة من حقول الانتاج إلى أماكن التسويق الفدان عندي من الفراولة بيديني حوالي من 16 إلى 20 طن وبكمية المحصول اللي عندي بالنسبة لنبات الفراولة من 16 إلى 20 طن هنا رسمة بتوضح عندي نبات الفراولة دي صورة للنبات بصورة كاملة ودي ظهرة النبات ودي تركيب الثمرة من الشكل الخارجي بتاعها ودي الثمرة بعد عمل قطاع طول فيها وده الجزء اللي أنا قلت بتم اقتطاف السمار زي ما احنا شايفين هنا بجزء من العنق يعني أنا هنا عنق السمرة ده جزء أساسي لازم أن أنا سيبه على السمار بتاعتي للحفاظ على جودتها وأثناء عملية التسويق وعندي فيه مجموعة من البزور اللي بتبقى موجودة متوزعة على سطح السمرة اللي بتتميز باللون النقط اللي هي موجودة على السمرة من الخارج ودي شكل جزر زي ما احنا قلنا أن جزر نبات الفراولة جزر بيكون جزر سطحي وقلت كاني أن نبات الفراولة بيتميز بخروج حاجة بتسمى المادات والمادات ده بعد شوية أنا لو خدت المادات ده وغلسته فيه جزء من الأرض بيديني نبات فراولة جديد يعني ديني جورة جديدة من الجور ودي شكل الورقة بتاعتي بتاعة نبات الفراولة هي ورقة مركبة سلسية بتبقى من ثلاث ورقات والأزهار بتاعتي بتبقى زهرة زي ما احنا شايفين بيبقى بتتميز باللون الأبيض وبكده يبقى ما اتكلمنا على أول نبات من نباتات اللي هنتكلم عليها النهاردة في منهج الزراع المحمية للصف الثالث الزراعي تخصص انتاج الحصالات المستنية وهو نبات الفراولة الذي يزرع داخل الصوب أو تحت الأنفاء والنبات التالية اللي هنتكلم عليه نبات العنب نبات العنب من ضمن أيضا النباتات الخضر المحمية نبات المحمي وبيصنف نبات فكهة يبقى هنا نبات العنب من نباتات المحمية وهو أحد نباتات الفكهة التي تزرع تحت الأنفاء أو بيتم اكسارها بالعديد من الصور عايزين نشوف هل نبات العنب إيه هي الطريقة الموثلة للإكسار بتاعي بلاقي نبات العنب عندي بيتكاثر بأكتر من طريقة لو عندي صنف بزري ممكن أستخدم البزور لإنتاج نباتات العنب ودي لا يفضل إلا في حالة الرغبة في حقول إنتاج الأصناف الجديدة الحاجة الثانية ودي منتشر جدا بكاثرة أن أنا بستخدم العقل لإنتاج العنب وعندي كمان نبات العنب لأن النبات بتاعي بيتميز أن الأخصان بتاعها طويلة وممكن طيها قريب من سطح الأرض فأنا ممكن أستخدم طريقة الترئيد كطريقة من طرق تكاثر العنب وعندي أيضا ممكن أن أنا أستخدم عملية التطعيم أن أنا أطعم عندي صنف أنا شايف صفاته جيدة وبيتم التطعيم في العنب باستخدام العين الدرعية يبقى هنا نشوف مع بعض طرق تكاثر العنب بس قبل ما نشوفها هنشوف إيه هي العوامل البيئية التي تؤثر على نمو العنب حتى يصل إلى مرحلة الإنتاج بتاعي أول حاجة بالنسبة لدرجة الحرارة المناسبة للنمو والإزهار بلاقي نبات العنب اللي عندي بيحتاج درجة حرارة من 21 إلى 30 درجة مئوية لمدة شهرين للنمو والإزهار وبيلاقي عندي أن نبات العنب بيتحمل انخفاض الحرارة حتى 2 درجة مئوية وبيناسب أيضا الجزء المهم جدا أن المناخ المصري هنا بيناسب نمو نبات العنب بشكل كبير ولذلك بيعتبر أن العنب من أهم محاصيل أو من أهم الحاصلات التصديرية ولذلك محصول بيكون الإنتاج بتاعه وفير بيدينك مية كبيرة جدا من الإنتاج المناخ مصر مناسب لإنتاجه وبالتالي بيستخدم في التصدير للدول الأوروبية بكسرة طيب إيه العوامل التانية المؤثرة على النمو وإنتاج العنب يهمني دايما أو عندي إنتاج العنب عدم وجود الضباب أثناء فترة الإزهار والحاجة اللي بعد كده درجة سطوع أشعة الشمس في فترة نضج السمار بتؤدي إلى تحسين جودة السمار وتلوينها وعندي فيه ملحوظة جدا أنه ينخفاض الرطوبة الجوية أثناء موسم النمو وبيحسن جولة السمار وعندي حاجة مهمة جدا حماية مزالة العنب من الرياح بزراعة مصدات الرياح يبقى أنا هنا عشان أصل لإنتاج النبات بإنتاج العنب بصورة جيدة بلاعي دايما المنطقة اللي عندي يكون ما هياش منطقة وجود ضباب الشمس اللي عندي ساطعة درجة الحرارة في موسم النمو تبقى درجة منخفضة وبيتم حماية المزالة اللي عندي من الرياح بزراعة مصدات الرياح طيب هنا بيتم إكسار العنب بعدة طرق زي ما احنا شايفين عندي أنا ممكن أستخدم عندي هنا البزرة وزي ما أنا وضحت أن البزرة لا تستخدم إلا في حالة الأصناف التي تنتج بزور بعد كده وجزء ده المهم جدا والمنتشر وبيعتبر أكتر طريقة بيتم بها إكسار النبات العنب هي العقل وبعد كده عملية الترقيد وعملية التطعيم طيب بيتم عمل العقلة زي؟ أي العقلة بيختار فيه فرع من نموات العام السابق بيكون فرع متساقط الورقة اللي ورق عليه ويع وبعد كده بيتم قطع العقلة قطع أفقي أسفل برعم مباشرة وبيبقى القطع العلوي بيبقى قطع مائل وفوق برعم بمسافة حوالي 2 سنتي العقلة عندي بيبقى عليها برعم 2, 3, 4, 5 ممكن يقول بالعقلة عندي عليها من 3 إلى 5 برعم لما أجي أزرع العقلة بخلي معظم البرعم تحت بسيب عندي برعمين بس اللي فوق سطحة طربة لوجود أخذ منهم النمو الخضري والبرعم اللي تحت بتخرج عليها الجزور العرضية ودي شكل عقلة بعد نمو الجزور العرضية عليها وخروج أو نمو البرعم الخضري وإنتاج الأوراق اللي بعد كده بيستمر في النمو حتى عملية الزراع عقلة العنب زي ما احنا وضحنا بناخدها ازاي قلت بتأخذ عقلة العنب من ساق ناضجة من قصبات عمر سنة يعني أنا باخدها من فرع كان السن طالع من ربيع العام الماضي والوراق اللي عليها سقط فأنا جيت في موسم شهر 2 شهر فبراير بلاقي الفرع اللي عند كان اللي كان ناتج السنة اللي فاتت فرع عمره سنة سقط الوراق بتاعته باخده وبيتم زي ما احنا وضحنا ان العقلة بتاعتي بيبقى طولها تقريبا حوالي 30 سنتي بيكون عليها كام برعم قولنا من 3 الى 5 براعم لما اجي ازرع العقلة دي في المشتل لانتاج شتلات العنب بيكون معظم العقلة موجود اسفل سطح التربة وجزء العلو اللي بيديني نموه خضري بيبقى فيه برعميل اتنين بس اللي انا باخد منهم الجزء اللي بعد كده بعد كده زي ما وضحنا العقلة عليها من 3 الى 5 براعم او 4 الى 5 براعم بعد كده بيكون طول العقلة من 25 الى 30 سنتي وممكن لو عندي السلميات بتاعتي اطول شوية ممكن لو انا عايز ازرع النبات العنب بالعقلة في الارض مباشرة مش هطاف مشتل بجيب عقلة حجمها اطول شوية بيكون طولها من 45 الى 60 سنتي وبالتالي عدد البرعم اللي عليها بيكون زيادة الكلام ده ليه عشان يبقى عندي فرصة لتكوين جزور على اكتر من عقدة اسفل سطح التربة ويكون عندي فرصة ايضا وجود نموه خضري جيد على اكتر من برعم فوق سطح التربة الحاجة اللي بعد كده زراعة الواقل في المشتل بتقسم ارض المشتل الى خطوط وبيتم زراعة الواقل على رشة واحدة على مسافة 25 الى 30 سنتي بعد كده بيتم زراعة الواقل زي ما احنا قلنا بيتم عملها في شهر فبراير يبقى نقول هنا بيتم تجهيز الواقل ابتداء من منتصف يناير حتى نص فبراير بعد كده ممكن عمل ترقيد العنب في بعض الاصناف التي يصبح اخصارها بالواقل وذلك بالترقيد بيسمى الترقيد الخندقي وبيتم عملية الترقيد ديت في شهر فبراير وشهر مارس يعني مرحلة من مراحل اللي بدأة المراحل بتاعته بعد كده بتصل لمرحلة النشاط وبيتم فصل الترقيدات التي يتم عملها بعد عام يبقى عمل ده ترقيد بيتم فصل الترقيد دوت بعد سنة العملية التانية من ضمن العمليات المهمة او من ضمن الطرق اللي بتستخدم طريقة التطعيم والتطعيم هنا ممكن يكون اما بالعين الدرعية او بالقلم او التطعيم بالشاء عشان ازرع الارض بتاعتي بمحصول العنب بلاحظ هنا تجهيز الارض وبحدد مشياتها ونبات العنب من ضمن النباتات التي يتم حاجة بيسميها عملية التربية نبات بيتم تربيته على الطرقتين يأما تربية تسمى طريقة التربية الرأسية وطريقة عندي تسمى طريقة التربية على اسلاك ومسافات الزراع اللي عندي بتختلف حسب جودة التربة اذا كانت عندي ارض رملية فبتزرع على مسافات قريبة من بعضها شوية لو عندي التربة بتاعتي تربة خصبة فانا بزرع على مسافات اوسع شوية يبقى هنا عشان اجهز الارض بتاعتي لزراعة نبات العنب بجهز الارض جيدا مع تحديد المشيات واتجاه الخطوط وقنوات الرأي وبحدد المسافة بين الاشجار زي ما هنشوف دلوقتي لو عندي الارض بتاعتي رملية والتربية الرأسية بزرع الشتلات على مسافة واحد ونص في اتنين متر ولو عندي التربة بتاعتي خصبة بوسع المسافة شوية بتبقى اتنين في اتنين متر لو عندي التربية على اسلاك المسافة بتاعتي بتبقى اكبر شوية لو ارض رملية بتبقى المسافة بين الشتلات وبعضها اتنين في اتنين ونص والارض الخصبة اتنين في تلاتة متر ده لو انا هعمل التربية على اسلاك بعد كده بيلاحظ في عندي لو انا بعمل صفوف الاشجار بتاعتي حاجة مهمة جدا وانا بعمل تخطيط الارض بتاعتي بيفضل ان التخطيط بتاعي بيسمح بمرور الشمس داخل الحقل بصورة عامة وبذلك يفضل عمل الصفوف دية من الشرق الى الغرب بحيث ان اشعة الشمس تتخلل الحقل بتاعي بصورة عامة يبقى هنا التخطيط بتاعي بيكون تخطيط عشان الشمس بتاعتي تتخلل كل الخطوط من الشمال الى الجنوب ويكون ايضا عندي التخطيط بتاعي مع اتجاه الرياح ليه؟ وجود التخطيط مع اتجاه الرياح بيسمح ان الهوى لما بيتخلل الحقل بتاعي بتمر الرياح بسهولة ما بين صفوف النباتات سواء كانت تربية على اسلاك او تربية رأسية يبقى اول حاجة لما اجي اخطط الارض بتاعتي او خطط الصفوف بتاعت الاشجار اللي عندي قلت بيتم عملها من الشمال الى الجنوب بحس ان انا بيبقى عندي فرصة لتعريض النباتات لأكبر قدر من اشعة الشمس وبعد كده بلاقي عندي ان اتجاه بتاع التخطيط ايضا بيكون موازي لاتجاه الرياح العنصر اللي بعد كده بيسهل برضو باختار الاتجاه اللي بيسهل عندي عملية الري لو عندي الارض بتاعتي متدرجة في اتجاه معين فانا برضو بيفضل عمل تخطيط التربة بتاعتي او تخطيط زراعة الاشجار حسب سهولة عملية الري ازرع الشتلة في الارض المستديمة ازاي بيتم عمل جور في الارض بتاعتي بيكون الشتلة بعد ما بشيلها باعمل حاجة تسمى تقليم المجموع الجزري بيشيل جزء من الجزور بتاعة النبات بطول 15 سنتي وبعد كده باعمل جور 30 في 50 في 40 وبيتم فيها وضع الشتلات وبيتم الترديم عليها ترديم جيد يبقى هنا عندي الشتلات بتاعتي بجيبها وبتم زراعتها في الارض مباشرة باخد الشتلة باقلم الجزور بتاعتي بشيل جزء من الجزء بطول 15 سنتي وبعد كده باعمل الجورة في الارض وبيتم تثبيت الشتلة والترديم حواليها وبعد كده عملية الراي في حاجة مهم جدا بتتم نبات العنب من ضمن النباتات اللي السق بتاعها بيبقاش في بداية حياته بيحتاج الى عملية تسمى عملية التدعيم في حالة التربية الرأسية بيعمل تدعيم زي ما انتوا شايفين معايا كل شتلة انا بحطها بيتم عندي وجود دعامة من الخشب او من الحديد بتكون الدعامة دي طولها حوالي 1 و 2 من 10 يعني حوالي 120 سنتي يبقى لو انا هعمل عندي الارض بتاعتي المعدة لانتاج العنب هتم فيها تربية نبات العنب بالتربية الرأسية يبقى بيتم وضع دعامة بجوار كل شتلة طولها 120 سنتي والدعامة دي اما انها تكون من الخشب او تكون من الحديد طيب في حالة التربية على اسلاك الموضوع هنا بيختلف شوي انا اهمني ان النبات بتاعي ادعمه لحد ما يصل الى مرحلة النمو على الاسلاك فانا هنا هعمل الدعمات بتاعتي بتبقى دعمات ما باعتمدش عليها بصورة كاملة فالدعمات اللي عندي بتبقى دعمات بسيطة وبيتكون قمة الدعامة عند اسفل سلك مباشرة يعني معنى كده ان النباتات بتاعة العنب عندي في التربية على الاسلاك بيتم وجود اسلاك ليها اوه بتتعمل ازاي في حالة التربية على اسلاك زي ما احنا شايفين معنا كده ادي شكل نبات العنب في حالة تربية على الاسلاك ايه اللي بيحصل ان انا هنا بيتم جنب كل نبات بيتم في بداية الخطوط بيتم تثبيت بيتم تثبيت اه الدعمات اه بيتم تثبيت الدعمات اه في الجانبين وبيتم وضع الاسلاك عليها على اه تلات صفوف التلات صفوف دول اول صف من السلك عندي بيكون على ارتفاع من اربعين الى خمسين سنتي من اه سطح التربة السلك التالي بيعمله على ارتفاع خمسة وتلاتين الى اربعين سنتي من سطح التربة السطر اللي بعد كده بيتم اه عمل اه دعامة او سلك اللي بعد كده على ارتفاع خمسة وتلاتين سنتي وده في حالة التربية على الاسلاك اه عملية التربية على الاسلاك بتحتاج عندي اه عملية من التدعيم بيتم تدعيم نباتات العنب زي ما احنا شايفين هنا بيتم تركيب دعامة على الجانبين يبقى هنا كل صفة من صفوف الاشجار بتاعت او بيسمها شجيرة العنب بيتم تدعيم الشجيرة زي ما احنا شايفين هنا بيتم تركيب دعامة هنا ودعامة ناحية اليمين ودعامة ناحية الشمال الدعامة ديت بيكون طولها حوالي مترين وبيتم تركيب دعامة من السلك أو تركيب أسلاك بين الدعامتين اللي بيتم عليهم تربية النبات بعد كده تتعامل إزاي الكلام ده؟ بيتم وضع دعامة زي ما احنا شايفين مع بعض دعامة من الحديد بيتم تثبتها في الأرض وفي كتلة من الخرصانة زي ما احنا شايفين كده وبيتم تثبتها بشكل جيد وبيتم تثبيت أيضا جزء هنا جزء معدني بيضا يعمل عملية التثبيت إن الجزء ده بيكون حامل للنبات قلنا الدعامة دي تطولها تقريبا حوالي مترين وبيتم تركيب عليها زي ما احنا شايفين قدي سلك اتنين تلاتة يبقى بيتم ربط أسلاك بين الدعامتين الدعامة الشمال والدعامة اليمين طيب الأسلاك دي بتبقى على ارتفاع ايه؟ أول سلك عندي بيكون على ارتفاع من 40 إلى 50 سنطي من سطح الطربة والسلك التالي بيكون على ارتفاع من 35 إلى 40 سنطي من السلك الأول والسلك التالت بيكون على ارتفاع 35 سنطي من السلك التالي يبقى هنا بيعمل ايه بالضبط اللي بيتم؟ اننا هنا عندي كل صف من الأشجار بيتم عمل دعامة من ناحية اليمين ودعامة من ناحية الشمال وبيتم تمديد أسلاك عليها على ارتفاعات لأن الأسلاك دي بعد كده بيتم تمديد النبات عليها بيتم توصيل الفروع عليها دي في حالة التربية الرأسية شجرة العنب بيتم عليها عملية تسمى عملية التقليم عشان أقلم نبات العنب بيبقى عندي فيه مجموعة من المصطلحات اللي أنا أجب علي أن أنا أعرفها في عندي حاجة اسمها جزع الشجرة اللي هو جزع شجرة العنب اللي هو الجزء ده كده اللي هو الجزء اللي موجود من سطح الطربة حتى بداية عملية التفريع في عندي حاجة بتسمى السلطنات وهو نمو بينمو في شتلة العنب أسفل سطح الطربة وعندي حاجة بتسمى الأفرخ المائية وعندي حاجة اسمها الكردون وفي عندي حاجة تسمى الأصبة وعندي حاجة يسمى الغصن وفي عنقود بتاع العنب وعندي حاجة اسمها الدابرة والدابرات اللي عندي نوعين فيه دابرة ثمرية وعندي دابرة تسمى الدابرة التجديدية وبكده إن شاء الله حنكتفي بهذا القدر مع محصول العنب احنا كده انتهينا من كل الخضر المحمية كلها بعد النهاردة كانت بدايتنا مع نباتات الفكهة تحت الزراعة المحمية ابتدنا من نبات العنب حتى وصلنا الى عمليات التقليم وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنكمل مع بعض نباتات الفكهة المحمية اللي ابتدنا بيها النهاردة محصول العنب وهيبقى معنا ان شاء الله نكمل نبات العنب المرة الجاية ومعنا هيبقى نبات المنجة وهو من ضمن نباتات الفكهة المحمية نتمنى أن نلوكوا بالتوفيق دايما وفي انتظار متابعتكم وتعليقاتكم والاستجابة على أسئلتكم كل إحنا نتابعينكم وكلنا أمل أن ربنا يكرمكم إن شاء الله وتحصلوا على ما تتمنون ربنا وفاقكم وساعدنا بكم وأن ننتقى على خير إن شاء الله في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته